زي ما تبعنا هو صوت مصري واحد في كل مكان من رفح لكافة المحافظات والميادين والوقوف ودعم القضية الفلسطينية الحقيقة أول ما بدأ التصعيد ما بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وشن هذا العدوان على قطاع غزة مصر لم تتوقف استثمرت كل طاقتها الدبلوماسية والسياسية وتدخلت فورا وقدمت دور يعني هو معتاد طبعا هو الدور التاريخي لمناصرة القضية الفلسطينية للحفاظ على السلام والأمن القومي والدولي راح بدأت تتواصل مع الجانب الإسرائيلي والطبعا الجانب الفلسطيني والشركاء الدوليين لوقف العملية العسكرية فورا وكان الهدف الأساسي كمان هو توصيل المساعدات للمدنيين هانو طول الوقت يا محمد سيد رئيس ابن فتاح السيسي بيؤكد على أهمية ومركزية القضية الفلسطينية وقدية أنه بالنسبة لنا أيضا هي قضية أمن قومي لكن بالنسبة للشعب المصري هي مش بس قضية أمن قومي بالنسبة للشعب المصري قضية الفلسطينية هي قضية في قلب كل مواطن مصري كل مواطن مصري بيشعر أنه في مسؤولية تجاه أشقائنا في فلسطين مش بس قطاع غزة قطاع غزة وفي الضفة في كل مكان في فلسطين كل ما بنشوف تصعيد أو كل ما بيبقى في أي أحداث بتحدث في فلسطين طول الوقت بنشوف الشعب المصري بيكون موجود وطول الوقت هو بيدعم أيضا القضية الفلسطينية واللافت للنظر الحقيقة واللي بيشعرنا بالفخر وبيسلك صدرنا أنه الموقف المصري طبعا متمثل فيه موقف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو موقف قوي وما فيهوش أي مواربة موقف صريح وصارم وقوي وعشان يبقى عندك هذا الموقف لازم تكون بتتكلم من منطلق حق ومن منطلق قوة عشان كده شفنا دخول مصر على خط الأزمة فورا وتكثيف اتصالاتها عشان تحتوي الموقف وتمنع التصعيد بين الطرفين كمان الجهود المصرية الإنسانية تحركت سريعا عشان دخول المساعدات لقطاع غزة خلينا نتابع مع حضرتك ودرجع على طول منذ اللحظات الأولى التي بدأ فيها التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف مصر عن دورها المعتاد والتاريخي في الحفاظ على السلام والأمن القومي والدولي والتواصل مع الجانبين والشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العمليات العسكرية وإيصال المساعدات إلى المدنيين وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دخلت مصر على خط الأزمة على الفور وكثفت اتصالاتها الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين كذلك لم تتوقف الجهود المصرية الإنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وبعد أن حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة ومنعت عنه الماء والغذاء والدواء والكهرباء وأغلقت السلطات الإسرائيلية جميع المنافذ بين قطاع غزة وجنوب إسرائيل أصبح معبر رفح المنفذ الرئيسي والوحيد المتبقي لسكان القطاع على العالم الخارجي وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية إلى معبر رفح استعداداً لإدخالها لقطاع غزة تضم قافلة المساعدات أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وذلك في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين كما أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة تتضمن 106 شاحنات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم وأربعين ألف بطانية وثمانين خيمة كما يشارك بنك الطعام المصري بـ 41 شاحنة في واحدة من أكبر القوافل الإنسانية من جمعيات مصر تحت راية التحالف الوطني والأغذية التي اختار بنك الطعام إرسالها هي مواد صالحة للأكل بدون طهي كمية كبيرة من المياه المعدنية واللبن والعسل والتمر والجبن الأبيض والفول المعلب واللحوم المعلبة وإلى جانب المواد الغذائية تحتوي القافلة على كميات كبيرة من الأدوية والبطاطين والمستلزمات الصحية بأنواعها وفي إطار الجهود المصرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات من قادة العالم لاحتواء الموقف والإسراع في إدخال المساعدات وقد أكد الرئيس ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فضلا عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية في الوقت نفسه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش إلى دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمعب الرفح من الأراضي المصرية بعد المباحثات التي أجرها في القاهرة هناك متطلبات للتنسيق ويجب أن تكون هذه المتطلبات فعالة ويجب أن تتم بطريقة عملية وسريعة معلقا بالقول نحن في بلد ذات سيادة وهذا ضروري لإقرار بالقوانين فهناك المؤسسة المصرية باسم الهلال الأحمر المصري ويجب أن نضمن وجود وقت كاف لإيصاله للمحتاجين وضروري جدا حل المشكلة في أسرع وقت كما أكد أن مصر هي عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف كما دعا جوتارش لضرورة وقف إطلاق النار لإدخال المساعدات وقال صدمت من الموت والخراب الذي تعرض له المستشفى الأهلي المعمداني وأضاف جوتارش أنه يجب وصول المساعدات والطعام والدواء ويجب أن لا يتعلق بعملية صغيرة وإنما بشكل دائم ونتطلع لضمان دخول المساعدات وعدالة توزيعها للمواطنين الفلسطينين مؤكدا أن مطار العريش ومعبر رفح هما النقطتان الأساسيتان لإدخال المساعدات وأوضح أن هناك أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير لا يوجد لديهم طعام أو شراب أو أدوية وأن الشاحنات أمام معبر رفح ليست أي شاحنات وتمثل الفارق بين الحياة والموت في غزة رؤيتهم علقين هنا يجعلني أكون واضحا جدا ما نحتاجه الآن هو تحريك الشاحنات بأسرع وقت ممكن وبأكبر كمية ممكنة وللتأكيد فإن هناك دعم كبيرا وإنسانيا للشعب الفلسطيني في غزة هذه ليست عملية إنسانية عادية في غزة إنما عملية في منطقة حرب وهذا هو سبب المناشد لوقف إطلاق نار إنساني لإيصال المساعدات الإنسانية وأضاف لا يجب عقاب الشعب في غزة مرتين الأولى بسبب الحرب والثانية لفقدان الغوث الإنساني ترجمة نانسي قنقر